اشتركوا في القناة فرع بي السؤال الثاني فرع بي يجيك على شكل اختيارات كلاهما يعني بشرحنا خليها ببالك راح يشمل شرحنا السؤال الاول فرع ايو بي افتهمت الفكرة شنو فركزوا ياي بهاي المحاضرة اليوم محاضرتنا اول موضوع راح ناخذ بي جميع الازمنة اول ما نجي نفصل حالة النفي الرايدة من عندك كل محاضرة طبلك عليها لازم تكملها وتضبطها وياي بالصورة الصحيحة على مود تستفاد من عندها كل شو هاي ركزنا اول خطوة راح ناخذها اليوم محاضرتنا راح ناخذ بيها جميع ازمنة الثالث مピا وسط راح ناخذ جميع الازمنة بس قبل ما ناخذ الازمنة لازم تتعلّم عن النفي الشامل والسؤال الشامل النفي الشامل والسؤال الشامل شمي ننفي الشامل؟ دائما بي الانتحان الوزاري جيك سؤال يقول لك negative apps راح اضطيك طريقة تقدر يطيك فيها اي جملة تطيك بالانتحان الوزاري ركزوا ياي بهاي المحاضرة عندك النفي الشامل . النفلم الشاميل بقةات تي . بقةات تي . القاعدة الأولى عند خم chilliها قاعدة الفعلي المساعد هاي قاعدة الفعليize زينار اساد يقول يستاذ . ما هي تنفي باليها القاعدة، خليها في بالك . تنفي باليها بال Jane ذلك، Ин . تقول هاي القاعدة أول خطوة أجيبي الفاعله نزله زين الفاعل وين نلاقي بداية الجملة الفاعل بداية الجملة اليطيكيه الفاعل تجيبت نزل حفز worrying بعدها شو تسوي وين ما تلقي ال AS الAR ال Ahora وаз ال where ال has ال Haa تلقيهم بالجملة المطيكيه أبو الوزاري شو تسوي ضيف قدامه نوت هذا الفعل المساعد المطينيه بالجملة هذا الفعل المساعد نسمي ذنا فعال المساعدة شو تسوي ضيف قدامه فقط نوت طنفعه الجملة وrisلة جملة أنذا لقد أمضتنا عن فعل المساعد واحد من الفماية يا الم auditor تنفي بعد رحماً كثائه تنفي hahaha لاحظوا وقل To just but بالنسبة عمري نفس الجملة لإياه هنا hela نفدي لقوله لقيت فعل مساعد فقط قدام أكبر هنا أصبحت فعل مساعد هنا багانون الذات أيضة عندك القاعدة الثانية قاعدة الفعل الرئيسي عرفنا شنو قاعدة الفعل المساعد عرفناها لولا أستاد قل لي اي أستاذ عرفناها زين عندنا قاعدة الفعل الرئيسي شون راح نمي result عن قاعدة الفعل المساعد كلي السهلة اذا بواحث لت جملة ما لقيت بها فعل مساعد قلنا قل لك فعل مساعد عرفت التل از الار الواز الوير الهاز الهاب الولد دلنا فعل مساعدة بواحك ما لقيت هو قل لك سوي لنا في زينا هستاذ قل لستادو شور راح تنفي تنفي بهاي القاعدة راح طيكي اهواني كاتب لكي اتراي فاعل بعد الفاعل راح تستخدم محدة من ذني لو تستخدم الدازنت لو تستخدم الدازنت لو تستخدم الدونت هاي دونت لو تستخدم الدينت وحدة من ذني هاي دينت زائد فعل مصدر فعل مصدر مصدر زائد تكملة زائد تكملة تجملة هالقاعدة طيف لكي اهاني ترى خليها ببالك فاعل بعدها راح تجيب من عندك لو دازنت لو دونت لو دينت لازم تفضل الملاقة ما لا تنذنيك طلاب يتذكر القاعدة بس الملاقات س improves ins 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 إذا لقيته يحتوي على S ما تنزلت الفاعل رح تستخدم شنو إذا لقيت الفعل الرئيسي سألك بثاني كلمة شو سوي أستخدم يقول فاعل زالدازنت استخدم الدازنت والفعل الرئيس الموجود عندي هو ثاني كلمة هنافتامت الفقرة إذا لقيت الفعل الرئيسي ما بوي S يعني لقيته مصدر يعني فعل مصدر يعني لا بيد لا بأينج لا بأس فعل مصدر خال من الأضافة شيئًا عندك ذنف الفعلية اذا سألت سؤال قلت لك COCO 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 FIQ في سؤال قلت لك يا سpicious فعل مصدر من ذنية فصورة بأجinar هذه غسى لك لا أمن مصدر cousin اقول سؤال هذا مصدر لا أستاذ هذا مصدر شون عرفته هذا موجود بالجدول الثاني تتذكرون بالفعل الشاذة الفعل موجود بالجدول الثاني وإن شاء الله من خلال الممارسة راح تعرف الأفعال الشاذ؛ كل فعل الشاذ كل فعل الشاذ كيت تلقيه موجود أصلاً بالجدول بالنص ليس الاول إذا الاول يعني مصدر للفعل بس إذا لقيهت موجود بالجدول ال بالنص قلي قل لي likage هذا شاذ إذن هذا مو مصدر عندنا هذا بمصدر هذا الجدول الاول وهذا الماضة بالجدول الثاني افتمت الفكرة وتريد بحال الشاذ الموجودة عندك السابقة بالملزمة راح تلقيهم من ضمن الموضع الملálات أنا لا تطيق الجدول ولي عملاً زين. هسJO عرفنا. زين قل senator عرفنا اشو الوقت نستخدم longvens though اذا لقينا الفعل ما لتنا مصدر زين اشو وقت نستخدم ال dd كل سهلة نستخدم ال dd اول ما نزل الفعل ايجب بعدها itIf�ій ها كلمة Guestway على id. في science الفكرة استخدم и dd 여러 شيء إن شاء أحذف ال Pode إضافة إذا لقينا فعل تم عدده للبنص يعني تلاحظون مشكلة الموبة تتذكرون tecn. هذه الموبة العلاقات المغليلاد تم رılmış عن طريقة عملية. إن شاءeh ثانياً. دائماً الذي استفقدم Common. أي فعل الشاظ موجود بالجدول بالنس دائماً يستخدم تفتي half of other إذا لقينا الفعلا الرئيسي يحتوي على las ему Yin إذا لقينا الفعلا الرئيسي مصدر مجرد بدون أضافة راح نستخدم the don't إذا لقينا الفعل الرئيس من التناه الفعلا الرئيسي موجود ثاني كلمه يحتوي على el concert من آقلك شاد يعني الفعلا موجود بالجدول بالنس نستخدم with nothing بعد ما تستخدم أي وحدة من الذنية دائما يكون عندك الفعل الرئيسي الموجود ثاني كلمة مصدر يعني منتنزله بالجواب ماتدك لازم تحذف الاس من عنده تحذف اليد من عنده إذا لقيت الشاذ موجود بالجدول بالنص لازم تراجع على الأصلة يعني مثلا الآن لقيت الوينت موجودة وينت الجدول بالنص لازم شيء سوي أرجحها للجدول الأول افتهمت الفكرة وذا تريد الشواذ موجودة ضمن موضوع الملاءات لازم ترجع عليهم زيلا هسا أخو افتهمنا هسا لست افتهمناها واضافة أنا منطيك ذن شواذ خاف تحتاجي لاحظوا يعني هسا بالابتحان الوزاري قال لي يسوي لي نفي قال لي يسوي لي نفي بالجملة أنا أول ما أجي أشوفها يا قاعدة قاعدة الفعل المساعد لو قاعدة الفعل الرئيسي بواحت للجملة ماتي أكو فعل مساعد اس أرباز لآخرية لا ما لقيت إذن قلت لازم أنفق قاعدة الفعل الرئيسي زيلا المنا روحا على موضي أنفي أول خطوة أجي أتأكد من من الفعل الرئيسي الموجود ثاني كلمة هذا الفعل الرئيسي بواحت لي قلت هذا يفعل مصدر study يدرس لا بي اس ولا بي اي دي إذن هذا شنو فعل مصدر قلت لازم هنا شنو أتذكر أستخدم الدونت زين قلت أكو دونت هنا لازم شو سوى أول ما أجيب الفعل الموجود بداية الجملة أنا أصدقل ذي واستخدم الدونت استخدمت الدونت مو بعدها أنزل الجملة كما هي الباقي نزلت الجملة كما هي دائما الدونت يجي بعدها شنو فعل مصدر افتمت الفكرة زين نجي للجملة الثانية بواعت قلت لي سوي لي نفي بواعت الجملة كويها فعل مساعد لا ما بيها فعل مساعد زين أباقي هاي للفعل الرئيسي بواعت للفعل الرئيسي لقيته وين موجود بالشواذ دائما أي فعل تلقي موجود بالجدول بالنص أي فعل وتلقي موجود بالجملة هنا دائما استخدم الدينت خليها بالك أي فعل تلقي موجود بالجدول بالنص استخدم الدينت أي فعل تلقي موجود بالجدول الاول استخدم الدونت أي فعل تلقي موجود بالجدول الاول استخدم الدونت أي فعل تلقي موجود بالجدول الاول استخدم الدونت اول ما اجيب بالفعل لنزله اقول هي والديدينت كن انا حافظة لملاه مالته قترتي الديدينت زين هذا الفعل شا سوي له لاحظوا يا هو مو موجود بالجدول بالنوس شا سوي اجي ارجع للجدول الاول رجحت للجدول الاول على مدري ارجع مصدر يعني دائما نخليها ببالك باللغة انجليزية وين ما تلقي الديدونت الديدينت لازم يجيب عدو فعل مصدر من اقلك فعل مصدر يعني لا بي اس لا اي انجي لا اي دي كل شي ما بي حليتها كملة الجملة ارجع اكتب البقية اجيلي هنا بوعتلي الجملة اجي قللي سوي الي هنا في بوعتلي الجملة لقيت بيها فعل مساعد لا اذا بهاي القاعدة ان ما نروح ل الفعل الرئيسي الموجود ثاني كلمة اش لقيت بي اي دي قلت ما دام لقيت بي اي دي اذا ديدينت راح تشتغل عندي اجيب الفعل لنزل اقول هي ديدينت هي ديدينت بعدها الفعل يكون عدو مصدر بوعتلي لقيت بي اي دي داما اذا لقيت بي اي دي احذف اليد و ارتش على هيدي مصدر ها في تمت الفكره زين بعدها اكتب بقية الجملة اجيلي هنا هنا قللي سوي الي نفي بوعتلي الجملة اشتغلت بيها لقيت فعل بي اي اس قلت هنا لازم اشتغل بي من بالدازنت اجيب الاشي الفاعل استخدم شنو استخدم الدازنت والفعل انا ازل المصدر يعني احذف الاس من عنده دائما قلت لك من تستخدم doesn't أو don't أو didn't الفعل راح يكون عندك شنو فعل مصدر تكملة الجملة ونبه ها تنتج فكرة هذا كل ما متعلق عندك بالنفي الشامل بس عندك ملاحظة شو تقول للملاحظة تقل لك او كنت ترى شغلة مش شابهة شنو هي شغلة مش شابهة يقل لك الهاز والهاف مرات الهاز والهاف تيجي كفعل مساعد ومرات تيجي كفعل رئيسي زينا شو راح ميزينا بالجملة كل السهلات الهاز والهاف وليجيت بعد هن تصريف ثالث شي تصريف ثالث يعني مثلا انا لقيت هاز او ليجيت هاف ولقيت بعد هن جاي شنو تصريف ثالث يعني مثلا ليجيت فعل خلنا بسعلك هاي سوري ليجيت فعل يحتوي على ايدي يعني مثلا هاز وهاف زائد مثلا بليت أو مثلا هاذ وهاذ لقيت مثلا فعل Gonna هذا تصريف ثالث لاحظ هذا الفعل تصريف ثالث تصريف ثالث مالا تقوم يعني بابا أما ألقي فعل موجود بالجدول الثالث أو ألقي فعل يحتوي على I��라고요 يعني ونما ألقي هاذ وهاذ ألقي بعض الفعل بشنو B, E, D أو فعل موجود بالجدول الثالث هنانا يقول لهاز ولهاز جايات كفعل مساعد じذين嘅 رینفذني كل السهلات بضيف قداما النوت وطنفس جبلك لها عندك فتانته الفقرة زيل arkadaş زينا أسأـل thinkingاذا اميس إذا جايات فعل مساعد ورايسي الفعل مساعد كل سه إذا لقيت قداما تصريف ثالث زينا الفعل الرئيسي شوا عرفه كل سهل إذا لم يجبreك تصريف ثالث قدامها شسيفات كفعل رئيسي عليا جايك شنو سي abundance مساعد. كل سهلة. زينا إذا جايني أستاذ إذا جايني كفعل رئيسي شو ننفيه؟ كل سهلة. راح تستند هنانا عال دوزينت والدونت. تستند هنانا عال دوزينت والدونت. زينا. لاحظ لني جملتين. قل ليهنانا في لياهن. اول ما لقيت لقيت الهاز. بس ما وعد للهاز. ا اخذ نظر عليها. اشوف جاي كفعل مساعد وفعل رئيسي. بس ما وعد قدام هنلقي شنو تصريف ثالث للفعل. القوة الزكة. مبين هذا فعل. مبين ذاك وياه فعل. جايني كفعل مساعد. كل سهلة شو ننفيها. بس اضيف نوت قدام الهاز. نفت الجملة كلها عندي. رجعت الجملة كما هي. زينا هنا نطاني الهاز. هنا نطاني الهاز. بس اريد اتأكد جاي كفعل مساعد لو رئيسي. بقعت لقيتها كفعل رئيسي. شون عرب فيها ما لقيت تصريف ثالث. مبين اي. دائما متلقي الهاز الان بعد الهاز. اتذكر لا لقيت ذاني اي لو قال نقول هاي جاي كفعل رئيسي. شون ننفيها؟ ننفيها دائما بالدازنت. وان ما لقيت الهاز. انفيها بالدازنت. انا شلقيت هنا هاز. قلت اذا شراح نفيها. نفيها بالدازنت. استخدم الدازنت. ودائما مت تستخدم الدازنت. الهاز هاي رجحها هاف. دائما الهاز مت تستخدم دازنت. اذا لقيت دازنت. و جاي كفعل رئيسي. مت تستخدم الدازنت. الهاز لازم ترجحها للهاف. لازم ترجحها. مو تخليها نفسها. لازم ترجحها للمصدرية مالتها. تمت الفكرة استانجلستان ابتحمتها. هذا كل ما متعلق عندك بالنف الشامل. بحيث اي جملة يجبوا لك هيها بالامتحان الوزاري. قل لك انفيها رحتم فيها بالطريقة هاي. اما تلفيها طريقة الفعل المساعد او طريقة الفعل الرئيسي. انشاء الله كنت افتهمتها لمحاضرة. زين. هسا بعد ما افتهمنا تستخدموا السؤال الشامل. زين عندك السؤال الشامل. بحيث بان اي متعان الوزاري راح يطيك جملة يقول لك اهاي جملة سوي لها سؤال. هاي الجملة سوي لها سؤال. ايشوا راح يسويا سواجها. كل uphold. عندك قاعدتيا. قاعدة الفعل المساعد. وقاعدة الفعل الرئيسي. شون طريقة مقطة الشامل بالضبط بس عندك هنا طريقة السؤال الشامل ركز малоотрد اول خطوة عندها قاعدتين عندها قاعدة الفعل المساعد. ايش وقت تستخدمها اذا لقي另外 فعل واحد من ذنبه وموجود بالجمله رح تستخدمها يا القاعدة اول خطوة شي سوي تجيب الفعل للمساعده تخليه بداية الجمله وين ما تلقي لك فعل المساعد موجود من ذنبه بالجمله راح تحوله الى بداية الجملى مع اول حرف من عنده كبير بعدها اجيب الفعل الموجود بالسؤال لمطيكه اياها بعدها تكتب وتخلي نهاية الجملة مع علامة الاستفاق كنت ساهلة لحظوا ايا جملة هي Fighter girl و LGBTQ كل سهلة احاول علم بداية الجملة مع اول حرف من عنده كبير اكتب بقية الجملة وكنت نهاية الجملة مع علامة الاستفاق نكمل البقيات هنا لقي بقية فعل مساعده هاي Lan أجد الحالة الأولى عندك القاعدة الثانية مثل ما علمتكم اذا باعت للجبلة وقاللك سويلي سؤال وباعت ما لقيتفعل مساعد هنا شا استخدم الدまず الدل وايضا عنطلها اعرفت القاعدة ما لدينا طريقة بس هنا من هنا بدون نافي اول خطوة شا سوي تجيب الد Having it to start اتجيب الدذ تخليها بالبداية او اتجيب الد horizont خليها بالبداية او اتجيب الد د تخليها بالبداية ذين عليما يعتمدا court يعتمدن على الفعل الرئيسي موجود ثاني كلمة اذا ليكت الفعل الرئيسيzos فعل مصدر يعطي فعل خال من الأضافية وعرفته هو صين ظهر الفعل النصدر ساديه استخدم الدورة التو أحدها في البداية اذا لقيت الفعل الرئيسي موجود ثاني الكلمة يحتوي علىـ ايدي أو منشواضي يعني نجد لك منشواض موجود بالجدول بالنص شاش سوية استخدمه edit 가능ها دا تتخ워요 في البداية وا داخلها في جملة مرد عام Unlike لاخنوا هيا إذن الأسئلة هنا انا طاني جمل بواعت للجملة قال لي سوي ليها سؤال قلت عندي سؤال شامل قبل راح استمدع لي زين بواعت للجملة بيها فعل مساعد لا قلت له استخدم الداس دولودت بالحلمالتي اجي علما لفعل المساعد الموجود ثاني كلمة اش لقيت بي بي اس قلت هنا استخدم الداس خليها بالبداية اكتب بقية الجملة مع حثف الاضافة دائما هان قلت لك ملاحظة الساعة قلت لك اذا لقيت وين ما تستخدم وين ما تلقي دولودتت الذكر يبقى عندك الفعل الرئيسي الموجود ثالي كلمة لا تنزه لذا ما تنزه مصدر لازم تنزه مصدر هستلاحظ من استخدمنا الدس هنا ونزلنا الفاعل اللي جبناه هذا الفاعل الشي بعدها يكون لازم عنده الفعل المصدري على ذلك قلت بي اس احذف الاس من عدام لنستخدم الدس بعدها تتبقية الجملة وخلينا هات الجملة ما انتعلم تستفهم الطاني جملة قال لي سوي ليها سؤال بواعت للجملة بيها فعل مساعد لا ما بيها فعل مساعد اذا قلت لو دو لو داس لو ديت المنجي للفعل الرئيس الموجود ثاني كلمة شلقيت بي اي دي قلت هنا استخدم شنو استخدم الدت بعدها نزلت الفاعل للموجود بداية الجملة بعدها هال ال اي دي دائما قلت لك من تستخدم الدت ال اي دي يحذفها بقى عندنا شنو الفعل مصدر اكتب بقية الجملة وخلينا هات الجملة ما تحرام تستفهم اجل هنا قل لي سوي لي حال السؤال بواعت للجملة بيها فعل مساعد لا ما بيها فعل مساعد اذا قلت استخدم الدت بعدها اجيب الفاعل للموجود بداية الجملة بعدها احول هذا الفعل الى مصدر احول هذا الفعل الى مصدر اكتب بقية الجملة وخلينا هات الجملة ماتي علامة التفهم زي هذه بالنسبة عندك حالة السؤال الشامل بوقع عندك ملاحظة الهاس وال هاف نفس حالة النفي قلت لك ما تلقي بيز اذا جدتك الهاس وال هاف وجاياتك فعل مساعد بس احول هنا الى بداية الجملة مع اول حرف من عثم كبير وخل نهاية الجملة في علامة استفهوم وشو نعرف هنجاية كفعلية مساعد كل السهلات اذا لقيت بعضي تصريف ثالث اذا ما لقيت تصريف ثالث قولة على يحagner جاية كفعل شنو كفعل رئيسي شو تستخدم هنا استخدم الدست استخدم الدست زين لاحظاً السؤالين عندك هاي السؤال قل لي Africama للي اشباه بعد لقي حتى لقي الأس جاي كفعل شنو مساعد لقيت جذب عetuеры لقيت تصريف ثالث شو Есть وفي السألة احولها الى بداية الجملة مع اول حرف من عدى كبير الهاس بعدها اكتب بقية الجملة نفس الجملة ارجحها نفس جملة ارجحها دهما رجحه انر جاءة شنastern الهاس لازم يسر عندك اكتب بقية الجملة واننا لهذه الجملة ماتية لا متسفها. هناك جايبية على شكل اختيارات لك. قل لك هناك هاف لو هات لو هات. مطيني ثلاثة اختيارات بين الهات وبين الهات وبين الهات. شو تختارتك. مثل ما قلت لك من الساعة وين ما تلقي الهات أو الهات. دائما الهات تبقى هاف. انا ملقيت هنا بالسؤال عندي داس. دائما الهات ما تشتغل عندي لوجود شنو لوجود الهات. ما تركيزي بس ألقي بالسؤال عندي داس. قبل تشتغل عندي بس هاف. هاف تهمت الفكرة. هناك طاني اختيارات. قل لي دو لو دد لو داس. شاختار. كل سهلة. اذا طاني هيت اختيارات. علي من تستنت على الفعل الموجود عندي. زي. الفاعل هناك. لقيت The Mall. The Mall. اسم مفرد. قلت لازم استخدم شنو؟ استخدمت داس. اضافة استاد قل لي السادي دد. هم تشتغل وين الجامعة والمفرد. ليش ما استخدمت ددت. زمن جملة ما ضمالتي. زمن الجملة ما ضمالتي مضارع. شون عرفته؟ لقيت الحاف. هاي مضارع. هاي مضارع. وليست ماضي. وليست ماضي. الماضي لازم اكو هات. لازم اكو هات. بس انا لقيت هاف. الهات والهاف مضارع. الهاد ماضي. ما دام جملة ما ماضي. اذن الدو ما تشتغل عدي. الدو تشتغل وينجمع. لقيت The Mall. اسم مفرد. قلت الدو ما تشتغل عدي. اذن استخدم الدو. طلاب من العزاء. هسا خلصنا شنو النفي الشامل والسؤال الشامل. عندك عندك ازمنة اللغة الانجليزية الموجود عندك بالمنهج يعني. ازمنة اللغة الانجليزية موجود عندك زمن المضارع المستمر. موجود عندك الماضي المستمر. موجود عندك المضارع البسيط. وعندك الماضي البسيط. وعندك المضارع التام. اضافة عندك زمن واحد رح ناخذ ان شاء الله بالمحاضرات الجاية زمن السبع المستقبل بت ecosystem يهم تابعوا ياعم ذني زيل ذننا جميع العزمنة حالة النفع وحالة الأثبات وحالة السؤال كل سهلة يعني ليش اطينك النفي والسؤال بالبداية؟ جميع الأزمنة راح تطبق عليها النفي الشامل والسؤال الشامل يعني بعد نحened كيف اienna honoring كالزمن حالة النفي و حالة الإثبات و حالة سؤال كل زمال حالة النفي و حالة الاثبات و حالة السؤال و ملتهي بهن و او دوق بهن كالا سهلة قبل بالنفي عن في شامل رح وامش به والسؤال السؤال الشامل وباقي الأزمن راح ناقذ نحاة الإثبات خاف يجيبوا لك يعني تطبيق أو على شكل اختيارات أول ما نبدي بزمن المضارع المستمر شو زمن المضارع المستمر؟ أول خطوة رايدة من عندك شو سوي؟ اتحدد الدلائل تقول زمن لازم تحفظ شكله طلاب من يقل له زمن مضارع مستمر ما يعرفه يدوخ به كونك انت طالب خارجي لازم تحرك في كل زمن شكله مضارع present continuous يعني مضارع مستمر سين مضارع مستمر شو؟ أول ما أريدك تحفظ للدلائل المالده ذن الدلائل المالده look now today again at the moment وين ما تلقي لك واحدة من ذن وين موجودات بالجملة؟ تقول لازم احلا بيمن بزمن المضارع المستمر افتمت الفكرة؟ زين قل لك هنا القاعدة الرئيسية من زمن المضارع المستمر إذا لقيت الفاعل اللي موجود بداية الجملة سألة كبير فاعل إذا لقيت الهي أو الشي أو الات أو باسم مفرد تستخدم انت من عندك تجيب من عندك ال is وبعدها الفعل عندك الموجود الفعل الموجود غالبا ما يطيقيا بين أو سير الفعل الرئيسي قاعد أحكي بنقلك فعل رئيسي عن الموجود ثاني كلمة هذا الفعل الرئيسي شو سوي له؟ هذا الفعل الرئيسي راح تضيف له شنو؟ ing راح تضيف له ing بعدها تكتب التك من الموجودة عندك بينما إذا لقيت الفاعل الموجود بداية الجملة لقيت ال they ال we ال u اسم جمع هنا اول ماه تلقي فاعل أحد من ذني أنت راح تستخدم l-i من عندك راح تجيب تكتب l-r من عندك بعدها الفعل المالتك تضيف له ing بعدها الفعل المالتك تضيف له ing زايد تكملة الجملة بينما إذا لقيت الفاعل ال i تستخدم ال am زايد الفوعل المالتك تضيف له ing زايد الفعض المالتك تضيف ل anh زايد تكملة الجملة ونقطة هاي شنو؟ هذا كل ما متعلق عندك بزمن المضارع المستمر أجي أحفظ دلائق المالته بعد ما كملت الدلائل أجي أحفظ القاعدة مالتي أحفظ حفظ يعني بالي أدور أي جملة يطيني إياها أقدر حلها مضارع مستمر بحيث أطالي جملة يقل إحليها مضارع مستمر أو هاي الجملة يقل لك عم ستسوي إياها correct the fair مرة يطيق مطلبين بالامتحان للوزارة أما يقل لك صحيح للفعل الموجود بين قوسيا راح يطيق يا هذا الفعل الموجود بين قوسيا أو يقل لك ستسوي لي زمن مضارع مستمر إذا قل لك سوي زمن مضارع مستمر إذا قل لك عني صحيح لي هذا الفعل يا فعل هذا الموجود بين قوسيا أنا مبكي في أروحي صحيحة في زمن مضارع مستمر أنا شمدرني يمتحن هذا مضارع مستمر يعني عندي هواية أزمنة هسا لأن الأزمنة كم ينبين تصحيح فعل يعني أما نستنتي شون فائدية الدلائل راح يعرف أنك على هذا الزمن بحيث أنا طالي جملة من قل لي مضارع مستمر قل السهلة أحلي بهذه القاعدة بس من قل لي صحيح هذا الفعل أنا شمدرني مضارع مستمر عندي دلائل راح يساعدني باعتني الجملة اللي قلت بيها دلالة النون واني شمدت لك قلت لك أنا لا لقيت لك دلالة زمن الجملة ماتك شنو مضارع مستمر إذن اللي ستاتي كلها الحاتين قاعد يقل لك حلي مضارع مستمر زيح أجح المضارع مستمر شمدت لقيت لقيت الوي بداية الجملة هاي الوي شاستخدم أستخدم الار استخدمت الار وهذا الفعل قلت لك الفعل الموجود عندك بين قوسيا أو الفعل الرئيسي الموجود ثاني كلمة أضيف الـ ING ضفنا الـ ING نفس الفعل استادي استادي راح تستطيع سؤال تقول لي استادي ليش ما قلبت الوي إلى اي وضفة ING دائما الـ ING بالـ Y أبد ما تقلب وشون تعرفها من خلال الملائعات الموجودات عندك بالمرزمة ضمن الموضوع الملائعات راح نشرحها زيح زائد تكملة الجملة ها فتامت الفكرة هذا كل ما متعلق عندك بزمن المضارع المستمر حالة النفي النفي الشامل حالة السؤال السؤال الشامل على موت ما تشتت نفي وحدة وخلص سؤال واحد وخلص على موت تخلص من النفي والسؤال كل ما لأزمنه زيح حالة الإثبات يجبو لك إياها أما يقل لك مضارع مستمر أو يقل لك صحيح لهذا الفعل زيح نكمل بالنسبة عندك الماضي المستمر هم أول خطوة أجل حفاظ الدلائل بعدها أجل القاعدة past simple يعني يقل لك ماضي مستمر ماضي مستمر عندنا مضارع مستمر كنا نعرف شكله وعندنا past continuous ماضي مستمر كنا ن هم أحفظ شكله على مد ما تهيب بيناته زيح بنمتحان الوزاري أو نجل القاعدة حالة الإثبات مالتها أول خطوة لذلك لقيت الفاعل الموجود بداية الجملة هنا الفاعل المطيقية بالسؤال لقيت الhi أو الشي أو ال it أو ال i أو اسم مفرد ذن كلها راح تستخدم الواسم اللي عندك كنت تحفظ الملاء مالتها وبعدها الفاعل راح تضيف لعين جي بعدها الفاعل راح تضيف لعين جي بينما ذا لقيت ذا الوي الوي اليو اسم جمع راح تستخدم الوي أضافة الفاعل مالتك راح تضيف لعين جي بعدها تكتب بقية الجملة ها بالامتحان الوزاري أما يقل لك صحح لهذا الفاعل وغالبا ما يقل لك حل ماضي مستمر غالبا ما يقل لك حل ماضي مستمر قل لك عم حل إياها أحلها كل السهلة أقول الـ وي أستخدم لقيت الـ وي أستخدم الـ وي بعدها يقول لازم فعل بـ I N G وين الفعل الموجود ثاني كلمة هذا ضفت له شنو I N G حذفت حرف الـ I عند ملاحظة إن شاء الله راح ناخدها ضمن الموضوع الملاءات يقول لك إذا لقينا الفعل من T بحرف الـ I أحذف من عندها حرف الـ I ووضيف I N G كل فعل تلقي من T بحرف الـ I أحذف من عندها حرف الـ I وضيف I N G بعدها تكتب بقية الجملة هاف... تهمت الفكرة زيد عندك كله زماني مضارع المستمر والماضي المستمرục من يجب عليك القيام على شكل اختيارات يعني hammoon يقول عليك على شكل اختيارات يعني رحي جيب건 لك المضمن السؤال الثاني في الرعب Ell اسؤال الثاني في الرعب اختيارات شو رح يجبors ليقم علي شكل اختيارات يقل لك we are يلقيك اختيارات هنا بهاig يكر les b ing يعني مثلا خلنكتب هذا السؤال يقلك مثلا وي ار مرة تطيك ار هيتش ومرة تطيكيها مختصرة هذا شكلها هيتش زياد ويطيك اختيارات هنا انا يقلك استادي لو يطيك مثلا استادي ويطيك مثلا فعل ثالث اقلك مثلا استادي طعن تلف اختيارات دائما من يطيك اختيارات اول ما تجي اتحدد الزمن شوف ايا موضوع قاعد احتيش اليه مو انت حضرة ببذرة تعلم من هسا انت وراك سادس اعدادي لازم تتعلم من يطيك اختيارات اشو احدد ايا موضوع اعتمال ازمي لاني مرة علي دائما انت تركيزك من يطيك اختيارات على قبل القوس على بعد القوس اكفر شي يدل عندك على زمن يدل عندك على موضوع انت ماخذه سابقا ترى انا من الطاني اختيارات باوعد قبل القوس مالتي ايش لقيت لقيت الار خليها ببالك اذا لقيت قبل القوس مالتك الاز الار الواز الوير ذن الافعال المساعدة من الازمي للخدناها الاز ذن رح نكتب لك ياه لقيت مثل الاز قبل القوس او لقيت مثلا الار زي هنا الار او لقيت مثل الام او لقيت مثل الواز او لقيت الوير دهني مرات يطيكييان مختصرات ما لاتهن جيد بهذا الشكل خاف تلقين ايجي بهذا الشكل إذا لقيت لك واحدة من ذن الأفعال المساعدة وين تلقين قبل القوس وطاك اختيارات قبل القوس لاحظت لك واحدة من عتب دائما وطاك اختيارات بين الأفعال لقيت من ضمن الأفعال اكو فعل بING اكو فعل بING قبل روح اختارها قبل روح اختارها افتمت فكرة ذن الزمنين عليش أن يعocar على شكل اختيارات مثل ما جابوا بدور باحد الاسئلة الوزارية جابوه على شكل اختيارات زين هسا هفتهمنا هاي أستاذ قلت أستاذ يفتهمتها زين عندك هسادي الزمنين خلصنا روحاني يوكل من عندنا يا زمن المضارع البسيط عندك هذا الزمن زمن المضارع البسيط مضارع بسيط من تلقي مضارع بسيط بالإنسل الوزارية ذكر هذا المنظور أول خطوة تيجي لهذا الزمن تحفظ الضلائل المالتا تحفظ الضلائل المالتا وينما أقول لي وحدة من ذن every, always, sometimes, never often وينما أقول لي وحدة من ذن دلائل نسميه دلائل زمن المضارع البسيط ظروف التكرار وكلمة every حالة الإثبات كله سهلة حالة الإثبات أجي إذا لقيت الفعل مالتا دائما الفعل الرئيسي موجود ثاني كلمة هذا أضيف له s أو es إيش وقت أضيف لأs ووقت أضيف es كله سهلات إذا لقيت نهاية الفعل مالتا نهايته ch, sh, ax, z, o, s إذا لقيت الفعل وين الفعل ألقي بداية السؤال المسألك بي he, she, it اسم مفرد الفعل الرئيسي الموتو الثالي الكلمة راح أضيف له s أو es شو وقت أضيف es إذا لقيت الفعل منتي بواحد من ذن أضيف es هنا أنا ضفت es لقيت الفعل مالتا منتي بch في تمت الفقرة أستاذ قلت أضيف es إذا لقيت الفعل ما منتي بواحد من ذن يعني مثلا لقيت أنا work لقيت نهاية الفعل شنو حرف الكي أكو كي لا إذا نضيف es ها عرفت شو وقت أضيف es وشو وقت أضيف es أتقل لي أستاذ عرفت تيجي باوا البداية الجملة إذا لقيتنا الفعل مالتنا الفاعل عفو الفاعل موجود بداية الجملة اللي هي الشي ism مفرد الفعل نضيف لأs لأs عرفت شو وقت أضيف es لأs تكملة الجملة لذلكين الفاعل مالتنا day y y i اسم جمع بعدها يكون عندك شنو فعل مصدر من أقل لك فعل مصدر يعني لا أضيف لأs ولا أضيف لأs يبقى عندك الفعل مصدر زائد تكملة الجملة في سينة الفكرة بين ابتحان الوزاري راح يطيك أما يقل لك سوي لمضارع بسيط من أقل لك مضارع بسيط يعني قبل يقل لك حلب هاي القاعدة لو حلب القاعدة لو ده لو حلب القاعدة الثانية على حسب الفاعل الموجود بداية الجملة بينما من ابتحان الوزاري إذا قل لك عم صحح لهذا الفعل إذا قل لك صحح له مما تركض حلب مضارع بسيط يعني عندها هاي أزمينة بها تصحح فعل من ساعة حلين شنو مضارع مستمر هم تصحح فعل زينة شون راح الميزة ها الميزة عن طريق الدلال دلال قلت لك أفضل إياها اذا لقيت دلالة الدلع الماضي زيما جملة مات شنو مضارع بسيط يعني يقل لحلب الماضي بالمضارع العفو يعني حلب المضارع البسيط زينة أنا بقعت لي الجملة شتقيت بها لقيت بها every ال every تعتبر دلالة ألم للمضارع البسيط يعني أبو الوزاري يقل لك حلب مضارع مقصيط بالغوسية أجي أول ما أنزل الفاعل شلقيت لقيت لقيت ما دام لقيت قلت الفاعل ما لاتنا لازم نضيف لأس لقيت الفاعل لقيت هذا الفاعل لنزده نفسي يتوضيف لأس يعني ما منتهي بسي اش 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 زيت إلى آخر زين بعدها اكتب بقية الجملة وخلي نقطة هذا زمن المضارع البسيط افتهم في الفكرة أستاذ قل لأستاذ افتهم ذاك اللي سهل زين نكمل عندك الماضي البسيط بعد ما عرفنا المضارع البسيط شنو عندك الماضي البسيط أول ما تجي للدلاء الماضي أستاذ قل أستاذ ذن الدلاء ليستردي all day last go ذن يدل لنهم على المضارع المستمر شون راح نميزين بوع ما يحتاج تمييز بيناتنا غالبا بالمضارع المستمر راح يقل لك هو حل المضارع المستمر هو راح يقل لك حل المضارع المستمر ودائما زمن المضارع المستمر يدل على فترات زمنية طويلة يعني الفعل باستمرارية بينما الماضي البسيط يدل على فترات زمنية قصيرة زمن الجبل الماضي يعني قصير افتمت الفكرة زين أنا رايدة من عندك أحفظ للدلاء دني الدلاء يشتغل يشتغل ماضي البسيط خاف يجبو لك تصحيح فعل قبل حل الماضي بسيط لا تحل الماضي مستمر زين القاعدة الرئيسية ماتت تقول تنزل الفاعل من أقل لك الفاعل بعد ما يعني ما نقل لك هي وشي وإت يعني كلهن هي وشي إت دي وي يو آي اسم مفرد اسم جمع من أقل لك فاعل بشكل عام ما قسمت لك يقل لك تجيب الفاعل تنزل نفسي ثاني والفعل الرئيسي الموجود ثاني كلمة هذا الضيف لأي دي لوشات من أقل لك الضيف لأي دي لوشات يعني هذا الفعل أما أضيف لأي دي ذا لقيت باوعت للفعل ما لقيتها موجود بالشواذر أستاذ قل لي استاذيها شواذر ذا لن نساعد تتكيها للجداول ذا لن يحفظ لي هنو تحفظ الشواذر راح ناخذها ضمن الموضوع الملاءات الموضوع تقوم تميز ذا لن الفعال شاد للأمو شاد كل فعل يقل لك أول ما تنزل فعل والفعل ما لك تنضيف لأي دي يتحول عندك ماضي أو اتحول إذا لقيتها موجود بشواذ مثلا أنا بالجملة لقيت القو هاي القو لازم أنا دائما شا سوي من يقل يسوي ماضي بسيط دائما نلقو حولها للجدول الثاني وصير عندي وينت أبدا ما حول للجدول الثالث للثاني يطيني أي فعل ات أحول هلما للجدول الثاني يصير هذا الشكل ها في تهم تلفكرة زيل مثلا يطيني مثلا يطيني سي شكلها ماضي جدول الثاني دائما إذا لقيت الفعل موجود بالشواذ أحول للجدول الثاني أفتهمت الفكرة ها استاذ الاستاذ افتهمت زيل قطاني الجملة هي شي قطاني الجملة هي شي يقل لك الاستاذ بالإدحان قطاني الجملة هي شي قل لي أما يقل لك صحح لهذا الفعل هذا موجود بين قوسين أو يقل لك حل ماذا بسيط إذا أقل لك حل ماذا بسيط نفس القاعدة يحل بها إذا أقل لك صحح لهذا الفعل لا تحد زيل زيل الاستاذ هنا من قل صح هذا الفعل رقيت الي يستر دائق هاي الجملة ماذا بسيط عندي قاعدة أول ما نزل الفاعل أجل هذا الفعل الموجود بين قوسين المطينية أتأكد من عندها موجود بشوار لو ما موجود وذور يحفظ الشوار على مدد قم اتميز هذا الفعل موجود بشوار لو ما موجود أنا ضيف لك بالملزمة الشوار حاول ترجع المحاضرة الموجودة عندك بالاملاء اعتقد عندك المحاضرة السؤال الرابع فرع بي سؤال عندك زمن المضارع التام present perfect عندك مضارع التام شنو المضارع التام كل سيل أول شي عندك دلاء البي لازم تعفظ هن فور سين س اذا نفا لازم تركز لكل شعلي هواي حالة الاثبات ما تقول كل سيل فاعل بعد فاعل تستخدم الحاز او الهاب اي وحدة استخدم ها لا مو اي وحدة على حسب الفاعل اذا كان عندك الفاعل الرئيس مالتك الهي لو شي لو الات لو اسم مفرد دائما سيستخدم الحاز وذلك يت الفاعل الرئيس مالتك الجاي بداية الجملة ذي الوي اليو الاي اسم جمع اسم جمع دائما استخدم شنو استخدم الحاز اعرفت هسا شنو اذا لقيت الفاعل ما اسم مفرد او ضمير مفرد استخدم الحاز اذا لقيت الفاعل الموجود بداية الجملة جمع او ضمير جمع استخدم الحاز بعدها تصريب ثالث المن الفعل بعدها اكتب بقية الجملة بالامتحان يقل لك سوي المضارع التام بعدها الجملة مرات يقل لك سوي مضارع التام مرات لا يقل لك صح الفعل اذا قل لك صح الفعل اتحد زمن الجملة شو انا احد دي عن طريق الدلال لقيت الفور تعتبر دلالة المضارع التام قلت اذا صح مضارع التام وذا قل لك احل المضارع التام خير على خير سهل امر او انا اجل اجل الفعل اسم مفرد قلت لك اسم مفرد استخدم شنو استخدم ال has اقول تصريف ثالث زائد تصريف ثالث للفعل هذا من اجل لك تصريف ثالث خليه بالك شنو هالتصريف الثالث يجل لك الفعل اذا موجود بشهاد مثلا هذا فعل شاظ الماضى مالت موت تقل يستاد والتصريف الثالث ال落 اي فعل تلاقيه موجود بالشهاد يعني موجود بالجهاد والت Buzz تتذكر شكله موجود وين بالجدول الاول تتذكر شكله موجود بالجدول الاول الذكر هذا يhodou تحول أعلم للجدول الثالث على حigor عندك تصريف الثالث. أستاذ قلل إستاذ بذا ما لقيتها موجود بشواظ راح تضير فيها ايدي. كل فعل ما تلقي موجود بشواظ قبلة شرخها بالأيدي. زياد. هذا الفعل لقيتها موجود بشواظ حولتها من الجدول الأول للجدول الثالث. من الجدول الأول للجدول الثالث. بقية الجملة كتبتها. صارت عدي زمن جملة مبارع تام. طلابنا لعزة. بالنسبة لحالة النفي وحالة السؤال راح نسترد بين عن نفي الشامل والسؤال الشامل. هسا انتشرت تقريب كم محاضرة. كم محاضرة هسا انتشرت. ابدلني المحاضرات واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة خمسة. خمس محاضرات. صارت عدك بمحاضرة واحدة. اكثر فهم. واكثر فائدة. دير بالك باللغة الانجليزية. دائما اكتب هين ذنك ملاحظات. اذا لقيت مثلا طاني اختيارات قبل القوص لقيت الاسل الار الوازل الوير. دائما يكون اختيار الفعله بالاينجي. اذا لقيت بالجملة ماتي. دود داس الدد. وطاني اختيارات دائما يكون اختيار الفعله لمصدر. دائما اتحلم ان ذني راح يسا تساعدنا كل شوي. طلابنا الاعزاء. هذا كل ما متعلق بالمحاضرة مالتنا. ولا تنسي الامتحان. راح يمتحني كوي على التليقرام. ضمن طلاب الخارجي. طلابنا الاعزاء. ان شاء الله كوني استفديت من هالمحاضرة. وان شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة. اتمنى الله.